السلام عليكم حبيبتي نتمنى تكونوا باخر وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب دائما معكم نسرين في وصفة جديدة من وصفتي وصفتنا اليوم بسبوسة بعصير البرتقال كتجير رائعة جدا جدا ان شاء الله جربوها غادي تعجبكم بزاف كتجي شيشة وبنينة وغادي نصاوبوها بسيرو ديال عصر البرتقال كتجير رائعة جدا جدا منعشة نتمنى انكم تجربوها نخليكم مع المقادير وطريقة ديال تحضير على بركة الله اول حاجة غادي نقوم بتحضيرها هو سيرو ديال عصر البرتقال غادي نحتاج جوجوج كسان ونص ديال الماء نص كاس ديال عصر البرتقال وكاس ديال سكر سانيدة وكاس ديال سكر سانيدة في كاسرنا غادي نوضع جميع المكونات ديالنا وغادي نديروهم على عفيا اللي تكون عالية بمجرد ما يغلو لنا تقريبا واحد خمسة ديال تقايق غادي نتفيو على سيرو غادي نخليوه يبرد تماما ودابندوزو باش نحضروا البسبوسة هادو هم المكونات ديالنا انا غادي نخليليكم المقادير مضبوطة في صندوق الوصف بالعبار بالكوب وكذلك بالجرامات فعندنا ثلاثة ديال البيضات يكونوا كبار بحرارة المطبخة عندي نص كوب ديال سكر سانيدة عندي نص كوب ديال الزيت عندي كوب ديال ياغورت طبيعي عندي كوب ديال سميدة تكون متوسطة وعندي كوب ديال دقيق الابيض عندي معلقة كبيرة ديال فاني وعندي جوج معلقة صغار ديال بيكن باودر خميرة ديال حلوة وعندي قشور ديال برتقالة وحدة هادو هما مكوناتنا اجيو نشوفو طريقة ديال تحضير فكما كتشوفو معي حبيبتي هنا وعندي ثلاثة ديال بيضات غادي ندفع ليهم الزيت وغادي ندفع ليهم الياغورت الطبيعي سكر حبيبات وخنيشة ديال فاني ممكن استعملوا فاني سائلة وغادي ندفع ليهم قشور البرتقال فبالخلط الكهربائي والخلط اليدوي غادي نحاول اني نطربهم زيان حتي نسجموا لي جميع المكونات ومن بعد غادي ندفع ليهم الدقيقة وكذلك سيمولينا سميدة المتوسطة وغادي ندفع ليهم الخميرة ديال الحلوة باكين باودر غادي نخلط كل شي مزيان وغادي نتأكد ان جميع العناصر نسجمت مع بعضها وغادي نجيب واحد المول اللي كتيد خول فران غادي ندهنوه بشوية ديال الزيت او الزبدة فغادي نخلي لكم القياس ديال هاد المول في التحت في صندوق الوصف فغادي نخوي خالط البسبوسة في المول وغادي نزينوه بشرائح ديال البرتقال بما انها بسبوسة ديال البرتقال فغادي نزينوها بشرائح البرتقال وغادي ندخلوها الفران مسخن مسبقا على درجة حرارة 350 درجة لمدة 45 دقيقة او حتى طاب لنا البسبوسة ديالنا مزيان فهنا يا البسبوسة ديالي من بعد ما طبت وهي سخونة غادي نسقيها بسيرو ديال البرتقال اللي سبق لنا وحضرنا والسيرو ضروري خاصو يكون بارد يعني البسبوسة غا تكون سخونة وسيرو ضروري يكون بارد وغادي نخليها تقريبا واحد ساعتين على الاقل ساعتين حتى تشرب مزيان وهذا هو الشكل النهائي ديال اللي بسبوسة صدقوني كجير رائعة هشيشة بزاف وشارفة دك سيرو ديال البرتقال نتمنى انكم تجربوها وخليوليا جيم تختاج وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد الى عجبكم الفيديو شكرا بزاف على حسن المتابعة نتمنى لكم كل خير من قلبي خليتكم في امان الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة